اشتركوا في القناة 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 يعني ده الجدول طبعا بشكل عام لكل الأندية وبعد التعديلات الأخيرة لكن بشكل خاصة أنا عايز أتكلم عن نادي الأهلي اللي حيبتدي خلاص مبارياته في شهر ديسمبر بداية من يوم الثلاثة ديسمبر ومباراة في كاس مصر على أستاذ القاهرة هتلعب مع بني سويف الساعة 7 ونص وبعد كده عندك مباراة يوم الجمعة دي مباراة دورة لأبطال أفريقيا مع الهلال السوداني الساعة 9 على أستاذ السلام وبعد كده تلعب يوم الأربع مع ودي دجلة الساعة 7 ونص على أستاذ السلام هتقول لي ليه أستاذ السلام هتقول لك عشان مباراة بتاعت ودي دجلة مباراة الأهلي اللي هي بتاعته في بطولة الدوري أو في كاس مصر هتبقى فين هتبقى على أستاذ القاهرة لكن مباراة من تنظيم ودي دجلة أو هي تبقى مباراة ودي دجلة فالمباراة هتبقى في أستاذ السلام الحد عندنا حررس الحدود 15 ديسمبر في أستاذ القاهرة على مباراة الأهلي الخميس هتلعب الإسماعيلي في أستاذ المكس بدل أستاذ برج العرب اللي فيه إصلاحات وبعد كده الخميس 19 ديسمبر الـ 23 ديسمبر هتلعب مع الاتحاد يعني عدد من المباراة المتتالية بالنسبة لنادي الأهلي محليا دوري وكاس لسه مواعيد الكاس بقى لما نشوف لما الفرق تتأهل إن شاء الله أهلي يكون موفق يعني في التأهل وما أكيد عاملين حساب لمواعيد مباراة الكاس حتى لو مش في شهر حتى لو مش كلها الفترة دي يعني أكيد هيكون بعديها إن شاء الله أنا أتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مختلف البطولات بعد هذا الجدول الجديد أو بعد هذه التعديلات وعندنا صراحة مباراة مهمة جدا مع بني السوف مش عايزين نستقل بالمباراة وبالمنافس خالص بالمناسبة هو ماشي بشكل جيد في المباراة ويعني في القسم الثاني وفي نفس الوقت أنت بتركز في كل البطولات وفي كل المباراة وده بيبقى هدف فأسي